الملك المفدى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة بدعوة رسمية من مجلس النواب حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد محمد نواز شريف رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها المزيد من الازدهار والتقدم تحت قيادة جلالته الحكيمة ورحب العاهل المفدى بضيف البلاد وكلفه بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ودولة رئيس الوزراء وأصدق تمنياته للشعب الباكستاني بدوام التطور والرقي والرفع منوها جلالته بمثل هذه الزيارات واللقاءات بين الوفود البرلمانية والتي تسهم في تعزيز وتوسيع أفاق التعاون الثنائي والاستفادة من خبرات وتجارب البلدين خاصة في المجال التشريعي والبرلماني مؤكدا حفظه الله على الدور الهام الذي تطلع به المجالس النيابية في تنسيق المواقف وتوحيد الجهود والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية في المحافل البرلمانية وتطرق العاهل المفدى إلى المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين معربا عن اعتزازه بالإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها هذه المسيرة منذ انطلاقتها لكل ما فيه خير وازدهار وتقدم المملكة وشعبها الكريم مشيدا في الوقت ذاته بالمسيرة البرلمانية الباكستانية العريقة وما حققته من إنجازات على الصعيد الديمقراطي وخلال اللقاء ثمن صاحب الجلالة حفظه الله بكل التقدير والاعتزاز المواقف المشرفة لجمهورية باكستان الإسلامية تجاه مملكة البحرين والتي تعبر عما يجمع البلدين من روابط الأخوة الإسلامية وبدورها المحوري في نصرة القضايا العربية والإسلامية ودعم الروابط الأخوية بين البلدان الإسلامية ومساهماتها البناء مع المجتمع الدولي في تعزيز دعائم الأمن والسلمي والاستقرار الإقليمي والعالمي كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود الجالية الباكستانية ودورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين على كافة مستويات التطور والبناء وبحث جلالة الملك المفدى مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية مجمل القضايا والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية السيد سردار أياز صادق عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على الدور الكبير الذي يقوم به جلالته في ترسيخ وتطوير علاقات البلدين المسلمين التاريخية لا سيا مع المستوى التشريعي والبرلماني مشيدا بحكمة وقيادة جلالته والتي مكنت مملكة البحرين من بلوغ أهدافها التنموية في ظل ما تشهده من تطور ونمو حضاري مؤكدا سعي بلاده لتوثيق أواصر التعاون مع البحرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين